البعض يقول أن هذه الصواريخ تصل من إيران أو بخبرات إيرانية ما رأيكم بذلك؟ الإسرائيليون والأمريكان والدول الإقليمية والعالمية يعلمون أن طريق تهريب السلاح توقف منذ سنوات وهذا الأمر بات معلوما للجميع وهم يدركون بالتالي أن السلاح في غزة مصنع في داخل غزة ولا يسعني إلا أن أوجه شكر للذين قدموا المال والسلاح للمقاومة الباسلة الجمهورية الإسلامية في إيران الذين لم يبخلوا عن هذه المقاومة بالمال وبالسلاح وبالتقنيات